وقد مثلت علاقات الأخوة والتعاون التاريخي بين تونس والمملكة العربية السعودية محور المقابلة التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان وتطرقت المقابلة أيضا حسب بيان رئاسة الجمهورية إلى الإرادة الصادقة والقوية للقيادتين في البلدين نحو مزيد تعزيز الروابط المتينة وتطويرها نحو آفاق جديدة لما فيه خير الشعبين ومصلحتهم المشتركة وعقب المقابلة أدلى وزير المالية السعودي بتصريح شدد فيه على حرص المملكة على دعم تونس أكدت لفخامة الرئيس حرص حكومة خادم الحربين الشريفين وسموه للعهد على تطوير واستمرار العلاقة الكبيرة والرائعة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية نستمر بإذن الله تعالى في التعاون والتشاور والدعم سنستمر في دعم تونس والشعب التونسي المملكة حريصة جدا على ما فيه مصلحة تونس والشعب التونسي وسنستمر في الدعم هذا ليس نهايته وإنما سيكون هناك بإذن الله تعالى لقاءات أخرى خلال الأسابيع القادمة لتقديم أيضا دعم إضافي من صندوق التنمية السعودي وغيره من الصناديق التنموية في دول منطقة الخليج بإذن الله تعالى شرفت بلقاء فخامته وبإذن الله تعالى لن يكون هذا آخر لقاء وإنما استمرار اللقاءات متعددة ونطمح أن نقابل أيضا فخامة دول الرئيس ومعالي الوزيرة بإذن الله تعالى في المملكة العربية السعودية شكرا